احد المهدمين المميزين للمنتخب الولمبي فترة من الفترات والنادي الاهلي ومهجم ذات ترس الاردني في هذه الفترة كابتن محمد طلعت كابتن محمد بسأل خير وهارد لك النهاردة كابتن محمد يا تلعت كل سنة ومحمد لا على النهاردة والله يعني مصر كلها حزينة طبعا على الخسارة على الخروض دهات لكن هي تجربة في الأو في الأخش تجربة كويسة وتجربة حلوة وتجربة لأنه فترة طويلة جدا مش رحيين فزحة. بعد القيادة طبعا. ابراهيم بيقول لك احنا مش رحيين فزحة بس يعني الناس دا علانة طبعا اكيد يعني. شلحيين نعمل شوفنك. لا ايوة لا والله. ايوة تجربة حيما كانت المكان حيما. حبيبا اعم. رأيك في الخسارة محمد والخروج من من المونديال. الله يا كابتن يعني خلينا اقول لحضرك يعني احنا كان ممكن يعني يكون اداءنا احسن من كده. يعني كان ممكن يكون الاداء احسن من كده. مش من اللعيبة طبعا. لكن احنا بنتكلم على يعني انك انت تقدم حاجة تليق بمنتخب مصر وباسم منتخب مصر وباسم مصر. يعني الخسارة المكسب والخسارة دي بتاعة ربنا ديت حاجة بعيدة احنا عنا. ممكن تكسب يعني تقدي. يعني قدي اخسر بشرف. ده اللي انا يعني ده تعلمناه. يعني خسارة بشرف ان انا بقدي وبعمل نتيجة كوي. انت بعمل اداء كوي. ايه خسارة خلاص دي مش بتاعتي. لكن ان انا اكون راضي. لكن احنا يفضل نلعب بان انت بتدافع طول البطولة وصعدنا برضو بالنفس المنطق وبنفس الاداء وبنفس الطريقة. لا. انت ما عندكش بلان بيه. ما فيش الخطة الثانية. يعني انا يعني. يعني في قصور شوية في الناحة الهجومية وده اللي كانوا بتكلموا شين جمنا النهاردة والتفاق معك كبتل محمد. بالضبط انا طبعا المستفقين جدا في الحتة ديت. الحتة ديت يعني الحتة اللي قدام. الحتة يعني من مصر الملعب ده. النقلة بين الهجمة من الدفاع والهجوم احنا بطوقة جدا فيها. حتة الامامية برضو الحتة من قدام. يعني تحس ان فيه شوية برضو بعض عشوائيات في الفنش الهجمة. يعني تب بيتفنش بعشوائية بكرة تشبط في لاعب ونش عارف ايه تيجي قدامك ده بيعدي. طبعا. كان ممكن يكون شكل منتخب لأحسن من كده. لان احنا فعلا عندنا مجموعة هيلة. يعني هيلة جدا جدا. وبتباع بأكبر اندية في العالم. فيعني كان لازم يكون يعني يكون احسن من كده ويكون اداعنا. بس في الاول في الاخر انا وجدت نظر ان احنا يعني تجربة حلوة. وان شاء الله ان شاء الله نتعلم. نفكر في المرحلة القادمة. بالضبط. بعد غياب الفترة الطويلة ديت عن الانديال او عن كس عالم. فيعني ان شاء الله تكون يعني اللي جايه بقى احسن وافضر ونتعلم منها. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتون محمد طلعت نجم الاني السابق. كابتون واقل البدايات في في البطولات الكبيرة بتكون.